خلينا بقى نبدأ موضوعاتنا النهاردة بما أننا في عام 2023 اتكلمنا كتير وتنوالنا تنظيم مصر البطولات المتنوعة في مختلف الألعاب الفردية وأيضا الجامعية ومعظمها كان في العاصمة الإدارية الجديدة يعني شفنا سواء بطولات الجنباز والتايكوندو وأيضا الخماسي الحديث وغيرها طبعا من البطولات والأمر الجميل جدا بقى في اللي أنا بقوله ده أن كل الوفود اللي حضرت من مختلف دول العالم مع بعثتها نقلت صورة إيجابية جدا بتعكس أكيد مدى النقلة الحضرية المتميزة اللي بتعيشها مصر في ظل الجمهورية الجديد عشان كده حاب أتكلم بقى عن المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية وهي بالطبع يعني بتعد من أهم معالم العاصمة الإدارية واللي تم إنشاءها للاهتمام بالرياضة وأيضا استقبال البطولات الدولية الرياضية على الأراضي المصرية وأكيد يعني لو بنتكلم بقى عن هذه المدينة يعني بتعد معلم من بين العديد من المعالم الأخرى زي مثلا البرج الأيكوني ومسجد الفتاح العليم والنهر الأخضر وغيره وغيره من المعالم اللي يعني الحقيقة بتضيف روعة والجمال لأرض العاصمة يعني الإدارية الجديدة حاجة جميلة هو إن احنا بقلنا فترة بنتكلم وبنشيد بالبنية التحتية الرياضية في مصر واللي أهلتها لاستضافة ولتنظيم كبريات ويعني فعاليات البطولات الرياضية على مستوى العالم على فكرة فيه بطولات عالم وفيه كؤوس عالم اتنظمت فعالياتها في مصر في خلال كم سنة اللي فاته ودي حاجة أكيد تسعدنا كلنا بالمناسبة المدينة دي المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة تم إنشاءها على مساحة 93 فدان وبتحتوي على الكثير من الأمور يعني عدد كبير الحياة من الأندية الرياضية وملاعب كرة القدم ملاعب كرة السلة ملاعب تانس سكواش كرة طيرة برضو من ضمن الملاعب الموجودة هناك طبعا إلى جانب حمامات السباحة في حمام سباحة مغطى وحمام سباحة مكشوف وكمان بتحتوي على منطقة تم تخصصها للألعاب الجماعية بالإضافة لثلاث استادات كل الكلام ده ليه طبعا كل الكلام ده استعدادا يعني لاستقبال أي بطولات دولية زي دورات الأولمبية كأس العالم وبالمناسبة برضو تم إنشاء أكتر من مبنى رياضي باستخدام أحدث المعايير والمواصفات العالمية وبتحتوي المدينة الرياضية الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة على كل الخدمات الهمة الأخرى زي الفنادق زي شبكة الطرق المواصلات فالحقيقة احنا منتكلم على صرح بالمعنى الخارفي للكلمة بدون مبالغة يعني حاجة مشاريفة جدا الحقيقة يا كريم ويمكن بقى زيادة على كلامك زيد من الشعر بيت المدينة الرياضية دي كمان فيها الصالة المغطاة على أحدث الأنظمة الحديثة واللي بتتسع لعدد 7500 متفرج وزي ما قلنا أن الصالة المغطاة هي جزء من المدينة الرياضية اللي كمان بتضم مجمع لصلاة المغطاة ومجمع حمامات سباحة زي ما كريم ذكر ومنطقة ملاعب لكرة القدم والخماسية أيضا وملاعب للتنس الأرض دي ده طبعا بجانب منشآت أخرى كتير جدا زي صلاة الألعاب القتالية صالة خاصة بقى طبعا ودي الأهم بذوي الهمم أو ذوي الاحتاجات الخاصة وأيضا صالة جنباز غرف تغيير ملابس ده غير أكيد إنشاء ثلاث استادات عالمية تمهيدا أو رغبا في استضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم ودورة الألعاب الأولمبية يعني يمكن الاستاد ده بيعد أمر مهم جدا استضافة أي بطولة كبيرة خاصة أن احنا أثبتنا نفسنا في السنوات الماضية يمكن زي ما كان كريم بيتكلم يعني خلال الدقايق اللي فاتت يمكن إحنا فعلا قدرنا إن إحنا نسبة نفسنا يمكن وزارة الشباب ورياضة كمان كانت بتقوم بمجهود كبير جدا كل الناس يمكن أيام كمان كوفيد لو فاكر يا كريم كانت كل الدول كانت بترفض إن هي تستضيف أي بطولات عالمية خوفا يعني من الكورونا ولكن الحقيقة إن إحنا وقتها كنا بنستضيف عدد كبير جدا من البطولات العالمية على أرضنا هنا وكان كل الناس بتشيد بإزاي كان تنظمها على أعلى مستوى الحقيقي وأنا فاكر كمان على ذكر مرحلة كورونا ده إن إحنا يعني في مصر مصر هي اللي استحادثت فكرة الفقاعة الطبية لو تفتكرت وخادتها عننا دول متقدمة كتير بتنظمها لبطولات بعدها فطبعا كون إن إحنا يبقى لنا الصفخة اللي يعني حاجة حلوة فعلا الحقيقة وعلى ذكر الاستادات اللي موجودة يعني العاصمة الإدارية الجديدة من ضمنها استاد مصر طبعا ده يعتبر هو أكبر استاد لكرة القدم في مصر وتاني أكبر استاد في إفريقيا بتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع استاد العاصمة الإدارية الجديدة 70 فدان بيشمل صلاة مغطاة وطبعا مساحات كبيرة للملاعب المختلفة عشان يكون الاستاد جاهز ومجهز لاستقبال بطولات على مستوى دولي وأيضا محلي بطبيعة الحال احنا ليه بنقول لحضراتكم الكلمتين دولي عشان اللي كانت مريم بتحكي فيه مع حضراتكم من شوية فكرة ان احنا بما اننا الحقيقة يعني وده يعني شيء لافت للأنظار بقينا متألخين في الفترة الأخيرة كدولة في تنظيم واستضافة فعاليات كبرى البطولات في مختلف الألعاب سواء الفردية أو جمعية فحبينا بالتالي ان احنا نلقي شيء من الضوء بشكل أكبر على المكان المميز ده وهو طبعا المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة اللي استضافت وما زالك بتنجح في استضافة الأحداث والإيفنتات الرياضية المختلفة